بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اليوم إن شاء الله بدرس الرابع والثمانون اللي خاص بأساسية ASP.NET اللي راح نحكي عن Application Pools Security أنا محمد إما دعرفه في هذا الدرس راح نتعرف على كيف يتعامل Configuring Different Levels of Security For Different Application Pools أوكي، لكن أنا بوصي قبل ما نبدأ بهذا الدرس إنك عميلا تراجع هذه الدروس التالية اللي هي الدرس الحادي والثمانون الدرس الثاني والثمانون والدرس الثالث والثمانون حيث في الدرس الثاني والثمانون تعرفنا على أساسيات Application Pools بداخل IIS، وكذلك أيضا في الدرس الثالث تعرفنا على كيفية عمل Applications Isolations باستخدام اللي هو Application Pools في IIS، أوكي، خلين نبدأ أنا لو رحت عندي هنا مباشرة لاحظ، لاحظ الآن في عندي هنا Arm Folder تمام، اللي هو Data، محتوي بداخله على اللي هو ملف اللي هو زي ما احنا شايفين Notepad، أنا ضغط عليه زي ما احنا شايفين بداخل ملف Notepad، في عندي هنا اللي هو عمليا مجموعة من اللي هي countries، بحيث أن كل country بيحتوي بداخلها على ID بيحتوي أيضا على name وعلى اللي هي content اللي هي اسم القارة اللي بتنتمي لإلها زي ما احنا شايفين، هذا الملف في Notepad رح يحاوله للXML، فبالتالي مباشرة رح أغير من TXT عمليا لXML أوكي، مجرد ما غيرته رح أعمل منه copy، ومرة تانية رح أعمل منه عندي هنا اللي هو paste، ومباشرة رح أغيره بدل application 1 إلى Application 2 data زي ما احنا شايفين أوكي، أوكي، الأن صار في عندي ملاف عميين 2 files من اللي هو XML، عمليا بيحتوي بداخلهم على مجموعة مين اللي هي countries، الأن لو رحنا هنا مباشرة بداخل application 1 بتحديد بداخل عندي هنا الweb form، لكن رح أتلاحظ أنه هنا في عندي اللي هو grid view، وأيضا في عندي اللي هو file upload، رح أقرأ من خلاله اللي هو ملف XML اللي قمت بإنشاؤه ومجرد ما عميين read رح يقوم بقراءة هذا الملف أوكي، الأن لو رح تاندي هنا مباشرة بداخل code، رح أتلاحظ بداخل page load، أنا هنا رح أجيب عمليا الidentity used اللي أنا باستخدمها تمام، فبالتالي رح أعرف الidentity used اللي أنا باستخدمها زي ما احنا شايفين الآن، لما يضغط على البتون اللي هي read، عمليا data تمام، رح عمليا ننفذ لهذا اللي هو الكود، فبالتالي رح يقرأ ملف XML، فبالتالي مباشرة رح تقرأ ملف XML، لازم يعرف هذا الملف إذا كان موجود ولا بش موجود، فبالتالي إذا كان فيه تم اختيار أو لا، فبالتالي استخدمت عمليا لها الhas file، تمام، وهي عمليا on property خاصة في file upload، بعد ذلك مباشرة أنشأت لها object للdataset، وبعد ذلك استخدمت readXML، تمام، بحيث إن خدت location وين موجود هذا الملف، أوكي، وبعد ذلك مباشرة بعد ما تم قرأة البيانات وتخزينها بداخل الdataset، خليت هذه الdataset هي مجرد data source لgridview وبعد ذلك عمل data bind لها لgridview ومباشرة عمليا خليت label هو mt زي ما إحنا شايفين هذا إذا كان الملف موجود، أما إذا كان الملف غير موجود فبالتالي يعطيني please select the file first، اختار الملف أولا أوكي، إذا هذا هو بالنسبة الweb before مباشرة عمليا رح نيجي الآن لو رحنا على web application 2، رح تلاحظ أنه بداخل web application 2 عمليا عندي نفس الكود، تمام، ما في أي اختلاف زي ما إحنا شايفين أوكي، الآن لو رجعت مباشرة الweb application 1، رح أروح مباشرة بداخل solution وبالتحديد داخل اللي هو properties والآن رح أروح على الweb زي ما إحنا شايفين، ومباشرة بدل local iis، رح مباشرة أختار اللي هو عمليا بدل عفوا الiis 6press، رح أختار اللي هو local iis تمام، وطبعاً رح أقوم عندي هنا بإنشاء هذا الكرن directory، اللي هو web application 1 اللي هو web application 1، اللي رحت مباشرة بداخل iis اللي هو الانترنت information services manager الآن رح تلاحظ أنه هنا ما في عندي أي application pools، أنا قمت بإضافتها والآن بداخل عندي هنا السايت ما في أي web application قمت أيضاً بإضافته اللي لو نرجع مرة ثانية على web application 1، رح نقوم بالضغط على create virtual directory، ولا تنسى نحن داخلين as administrator في virtual studio، مباشرة رح أعطاني هنا اللي هو تم إنشاء اللي هو عملياً virtual directory اللي هو رحت مباشرة على sites أو default website، عملت عندي هنا رفرش، رح تلاحظ أنه تم إضافة الweb application 1، خلينا نضيف عندي هنا اللي هو application pool تمام، زي ما احنا شايفين، فبالتالي رح أضيف عندي هنا اللي هو وخلينا نسميه عندنا هون اللي هو application one pool اوكي زي ما احنا شايفين عملياً الآن لو عملت هنا نوسط عملياً advanced settings، عملياً خلينا نعدل اللي هو اوكي، خلينا نرجع مرة ثانية، نعدل الvirgin اللي خاصة في .NET Framework من version 2 إلى version 4.0 اوكي، الآن نرجع أيضاً نعمل association ما بين web application وبين الابليكيشن one pool، فبالتالي عملي click write manage للابليكيشن advanced settings، وطبعاً زي ما نحرا نعرف رح نغيره للابليكيشن بول اللي احنا قمنا بإضافته اللي اسمه application one pool بعد ذلك رح أقوم بالضغط على اوكي زي ما احنا شايفين الآن نفس الفكرة رح نيجي لل web application two لكن قبل ننتقد الweb application two لابد انه نسيف عملياً بداخل web application one اللي هي ال properties فرح نعمل ctrl و s زي ما احنا شايفين اوكي، الآن خلينا نرجع مرة ثانية ال web application two، بداخل web application two رح أرجع مرة ثانية على ال properties، وبداخل ال properties رح أروح على ال web tab، مباشرة نبدل عملياً عندي كان ال is express، رح أستخدم عندي هون اللي هو ال local is ومباشرة رح نعمل creation لل virtual directory، ولا تنسى نحن داخلين as administrator الآن بداخل عندي هون اللي هو ال is manager، رح نعمل مرة ثانية اللي هو ريفرش لل default website وبالتالي رح أعمل لي الرفرش الآن رح اطلاح تم إضافة اللي هو ال web application two الآن نرجع مرة ثانية بداخل ال application pool، نضيف عندي another application pool، فرح أعمل click right, add application pool أخرين مرة ها ينسمي عندي هون اللي هو ال application two pool، أوكي تمام، الآن لا ننسى إنه نحدد اللي هو detonative framework اللي هو version 4.0، الآن لحظة نتم عملياً إضافته، خليني مباشرة نربط ال application two مع ال application two pool، أوكي فرح نعمل click right, manage applications advanced settings، ومباشرة رح نحدد هون اللي هو ال application pool اللي إحنا قمنا عملياً بعملياً اختياره، أوكي بعد ذلك رح نعمل عملياً أوكي زي ما احنا شايفين، الآن ورحت عندي هون مباشرة لل web application two، رح نسيف التغيير الآن خلين نرجع بداخل ال web application الأول أوكي، رح عملياً نعمل running لل web form الأول فبالتالح نعمل كوترل و f5، رح نعمل لي running ال web application، تمام؟ رح نتلاحظ أنه هذا هو عملياً ال i، عملياً اللي هو ال windows identity تمام؟ أكاونت اللي من خلاله عملياً ال worker processes بتستخدمه حتى تعمل execution الكود تاعي، ألا واجهت عملت هنا تشوز لل file، وباشرة عملياً اخترت ال application one لل data عملت read لل data، رح نتلاحظ أنه عرض لي البيانات ألا ورجعت مرة ثانية تشوز file عملياً اخترت الفولدر الثاني، أو والفايل الثاني عفواً، وعملت read لل data رح يجي عرض لي أيضاً اللي هو البيانات، أوكي؟ تمام، الآن عملياً اطفيت عندي هذا ال application أو خلينا عملياً خليت وشغال وانتقرت لل web application الثاني، تمام؟ وأيضاً عندي هنا تمام عملت run كوترل و f5 لل web application الثاني، تمام؟ إذن هذا هو ال web application الثاني وبالتحديد web form one الآن خليناً يجي نعمل تشوز الفايل، رح نفتح عملياً ال application one، نعمل read لل data رح عملياً رح يقرأ لل data الآن ورجعت مرة ثانية لعملت تشوز الفايل وال application two وعملت مرة ثانية read لل data رح تلاحظت أنه رح يقرأ لي أيضاً اللي هي ال data المخزنة فيه إذن رح تلاحظت أنه بداخل web application one اقدرت عملياً أقرأ عملياً ال data الموجودة بداخل application one وبداخل application two تمام؟ ونفس الفكرة بداخل web application two اقدرت عملياً إنه أقرأ اللي هي عملياً الذا schol reader arfудаTA الآن أنا اللي بدي أعمله إنه عملياً بدي أخلي الweb application 1 فقط يقدر عملياً يقرأ أول فايل اللي هو الapplication 1 data وأيضاً بدي أخلي الweb application 2 فقط يقدر عملياً يقرأ عملياً الapplication 2 data كيف يمكنك أنك تتحكم في الفايلز اللي بدوا يقرأهم؟ هون العملياً نبدي أجي عملياً الفكرة من وجود أيضاً أو خلين نحكي من فوائد استخدامنا للapplication pool لح تلاحظ أن الابليكيشن الأول عمياً بيشتغل على الابليكيشن 1 بول ولح تلاحظ أن الابليكيشن الثاني بيشتغل على الابليكيشن 2 بول فبالتالي بإمكانك أن تستخدم هذا الويندوز عملياً Identity حتى تحدد اللي هي الـ Privilege على هذا الفايل أنه فايل عملياً رح يتم قراءته حسب الويندوز Identity الخاصة لإله فبالتالي الآن لو أجيت مباشرةً أخذت عملياً هذا الويندوز Identity عملت منه Copy ومباشرةً بداخل الابليكيشن 2 عملياً عملت Click Write Properties ومباشرةً رحت على Security عملت عندي هنا الـ Edit عملت هنا Add ومباشرةً عملت هنا اللي هو Paste عملت Check Names وراح تلاحظ أنه هذا الاسم موجود أنا عملت عملياً هنا OK والآن عملت عملياً Deny فبالتالي في هاي الحالة أنا عملياً الابليكيشن 2 تمام؟ عملياً ما رح يقدر يقرأ عملياً الفايل اللي اسمه Application 1 Data واللي هو عملياً بيشتغل تحت اللي هو الابليكيشن 1 بول كويندوز Identity أوكي الآن خلين نجي نعمل Apply عملي رح يطيني Warning خلين نعمل Yes أوكي أوكي زي ما احنا شايفين نفس الفكرة عملياً بالـ Web Application 2 تمام؟ رح أعمل منه Copy زمام؟ تمام زي ما احنا شايفين والآن Click Write على الابليكيشن 1 Data Properties رح أروح على Security Edit مباشرة رح نعمل Add رح نعمل عندي Paste Yes Check Names رح يعطيني الاسم عملياً أو الأكاونت موجود أوكي الآن رح نعمل Deny رح يعطيني Warning رح نعمل له Yes رح نعمل له عندي هنا اللي هو أوكي الآن لو أجيت عندي هنا مرة ثانية بداخل الـ Web Application 1 أوكي أنا عملي رح أعمل Choose File Application 1 رح يعجع رد للـ Data زي ما احنا شايفين الآن لو أجيت أقرأ الفايل الثاني اللي هو الـ Application رح أجع من ريد للـ Data رح يعطيني هنا مباشرةً اللي هو Exception طبعاً بإمكانك أنك تمنع هاي عملياً اللي هي الـ Red Screen تمام عملياً زي ما احنا شايفين رح نشوف كيف طبعاً طبعاً بإمكانك أنك تمنحها زي ما تعلمنا في الدروس السابقة أو بإمكانك أنك هنا مباشرة تستخدم اللي هو try catch statement أوكي فخلينا نيجي هنا نستخدم try catch statement حتى نمنع هاي عملياً الـ Exception طبعاً هنا موضوع الـ Exception عملياً هو خارج اهتمامنا في هذا الدرس أوكي لكن عملياً هنا مباشرة راح نخلي عملياً الموضوع اللي هو try catch statement فبالتالي هنا try catch أنا قمت بكتابة catch statement الموجودة عندي هون أوكي نفس الفكرة نفس الفكرة ونفس الكود راح أقنوا عندي هنا وأكرروا بداخل web application 2 زي ما احنا راح نشوف إذن هذا هو عفواً بداخل application 1 أوكي فالآن مرة تانية راح نيجي هون راح نكرره زي ما احنا شايفين أنا راح نيجي نسيّف التغيير في داخل web application 1 ورح نيجي نسيّف التغيير في داخل web application 2 أوكي الآن خينيرجع مرة تانية نعمل running اللي هو applications ونشوف شو اللي راح يعطينا الآن راح نيجي نعمل running web application 1 تمام الآن زي ما راح نشوف الآن مباشرة طبعاً إذا حدث معي exception خليني نيجي نعمل choose للفايل قرأت الملف أعرض للديتا أنا نعمل مرة ثانية choose للفايل سنختار عملياً الفايل الثاني راح نعمل read للديتا راح يعطينا عملياً أنه you don't have access to this اللي هو فايل تمام طبعاً اللي كان موجود معي قبل قليل اللي هو unauthorized عملياً اللي هو عملياً ملف الـ xml عملياً الثاني فبنته لو عملت عندي عملياً choose للفايل لو أجيت الآن عملياً أعملت قراءة للـ application 2 read للديتا قرأ لي ياهم لكن لو أجيت أقرأ اللي هو application 1 data اللي هو ملف الـ xml الأول وعملت read للديتا راح يعطينا you don't have access to this file اوكي إذا لاحظت لها عملياً قدرت أني أستخدم اللي هو عملياً identity name أو windows identity account تمام حتى أني أقدر عملياً أنا أتحكم عملياً طبعاً هذا هو windows identity name أو windows identity account تمام هو اللي من خلاله بتمتنفيذ الكود وبالتالي عملياً أنا استخدمته حتى في موضوع security بحيث أنه من خلاله بقدر عملياً أحدد شو الفايلز يمكن يقرؤه وشو الفايلز يمكن عملياً ما يقدر يقرأها أوكي إذاً هذا هو درسنا لهذا اليوم بتمنى أن يكون درسنا اليوم واضح وسهل أخيراً thanks for your listening and have a great day